بسم الله الرحمن الرحيم فيما يلي مقررات الجلسة العاشرة لمجلس الوزراء بتأريق اليوم المصادف السابع من آذار الفين ثلاثة وعشرين توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وجه سيادته خلال الجلسة جميع السادة الوزراء بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامين في وزاراتهم حيث تنتهي يوم اثنو عشر ثلاثة المدة المقررة للتقييم وشدد سيادته أن يكون التقييم مستندا إلى معايير مهنية وفنية دون التأثر بأي اعتبارات أخرى مقررات مجلس الوزراء لغرض تحقيق أحد الأحداث الستراتيجية في البرنامج الحكومي وتوفير قطع أراض سكنية للمواطنين وكذلك إنشاء مدن سكنية جديدة تسهم في حل مشكلة السكن في العراق قرر مجلس الوزراء الآتي أولاً واحد تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وعضوية كل من وزير البيئة ورئيس هيئة المستشارين ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وأمين بغداد ومحافظي المحافظة المعنية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية وزارة التخطيط اثنياً تتولى هيئة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سكرتارية هذا الفريق ولها صلاحية الاستعانة بمن تجده مناسباً لإنجاز مهامها ثانياً يتولى الفريق المهمات الآتية أليف التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها باء تحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذو الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها جيم تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ دال وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل ها رفع مستويات الخدمات الحكومية وحوكمت كافة أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة ثالثا يخول الفريق الصلاحيات التالية واحد اقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة اثنيا التفاوض مع المطورين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة الثلاثة اعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصا استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصاديا في العاصمة والمحافظات مقابل ترغيبهم في إنشاء بنا تحتية ودور واطئة الكلفة في المدن الجديدة أربعة دراسة كراسات الشروط المرجعية ومعايير المشاريع والتنمية العمرانية في هذه المدن واتقاد اللازم بشأنها خمسة دراسة طلبات الاستثمار للمدن الجديدة المرسلة إلى الفريق واختيار المؤحل منها وإحالتها إلى حيئات الاستثمار لإصدار إجازات الاستثمار على وفق القانون ستة تأليف فرق فنية ولجان ساندة كأجهزة تنفيذية للمدن الجديدة وبمشاركة الفعاليات المجتمعية تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية والحكومية سبعة رفع محاضر اجتماعات الفريق بشأن توزيع الوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية داخل المدن الجديدة وإقرارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء وفيما يتعلق بشؤون المرأة شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية العمل على تمكين المرأة في الوزارات واتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات للدوائر الحكومية وبهذا الصدد قرر مجلس الوزراء الآتي ومن أجل تحديد المسار العام للدولة والحكومة في إطار تمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومراعاة إدماج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والقرارات والبرامج المعتمدة من أجهزة الدولة ومؤسساتها فقد وافق مجلس الوزراء اليوم على إقرار الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 إلى 2030 والموافقة على مشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند أولاً و80 البند ثانياً من الدستور إقراروا توصيات محظر الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة كما تمت الموافقة على مشروع قانون كلية طيران الجيش الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند أولاً و80 البند ثانياً من الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصفير الرسم القمرقي المتعلق بمنظومات الري الحديثة المستوردة من قبل القطاع الخاص كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي واحد الموافقة على تخويل السيد المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنلندا استناداً إلى أحكام المادة 80 البند سادساً من الدستور اثنياً اعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازم باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة التالي نصف كيلو من النشا واحد كيلوغرام من الشعرية خمس كيلوغرامات من الطحين الصفر وطبق واحدة من بيض المائدة إلى السلة الخاصة بشهر رمضان المبارك لكل عائلة بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023 على أن لا يتطلب المقترح المذكور آنفاً أي تخصيصات مالية إضافية الموافقة على إصدار نظام تعديل نظام المدارس الدينية رقم 2 لسنة 1993 الذي دققه مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور وقانون إدارة الأوقاف 64 لسنة 1966 مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وملاحظات الأمين العام لمجلس الوزراء إثناء جلسة الاجتماع الموافقة على ما يأتي إقرار توصية محظر جلسة المجلس الوطني للإسكان بحسب الآتي استثناء الأرامل والمطلقات والمعوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة حصراً من المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بشأن تخفيض 20% من سعر الوحدة السكنية وجعلها 75% مساواتاً بالفئات المجتمعية المشمولة بالتخفيض للمجمعات المشيدة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتوزيعها وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لهذه الفئات في مجمع ميسان السكني المنفذ من قبل وزارة الهجرة والمهجرين والتنازل وشطب الديون الحكومية المبينة في كتاب الوزارة شكراً